السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما انتكونوا بخير فكرة النهاردة وهي اعادة تدوير علب العصير الاديمانية دي تاني فكرة نعملها منها اول حاجة انا عندي الجزء ده اللي هو بيبقى في المناديل المبللة انا احتاجته علشان اعمل منه علبة مناديل كل اللي احتاجه ان انا هشيري الجزء اللي في الجنب دوت علشان يخش منه العلب بتاعة المناديل وفي نفس الوقت الجزء ده اللي هحتاج منه ان انا اعمل منه المناديل كل اللي احتاجه ان انا بس هعلم كده في المنتصف هواستنها وابدأ بالقلم ان انا اعمل مكان التفريغ دوت علشان افراغه بعد كده العلبة دي بيبقى في دابل فيس فبيلزق كويس جدا بس انا برضو هستخدم الشام علشان افراغها وتلزق معي انا كده بابدأ ان انا عامل قطعة صغيرة كده في الجزء اللي هو فيه الغطة ان مش هعمل الجزء التاني اللي هو فيه الغطة علشان ده طبعا هيبقى شكل وحش لو كانت موجودة فكل اللي هعملو كده ان انا هشيلوها فراغه خالص وهاجف الجزء ده كده بكمية كويسة من الشم عشان تلزق معي كويس جدا وما تفكش كل اللي احتاجه بس ان انا اعملها زي ما انتم شايفين كده وبايدي اضغط عليها من كل اللي تجاهد من فوق وتحت علشان تثبت معي كل اللي هنحتاجه ان احنا نحط علبة المناديل من هنا وبعد كده نفتح بكل سؤولة كده نطلع المناديل منها بعد كده هرشها بالسبريت دهبي عشان يكون ده شكلها وباي استرس زي ما انتم شايفين لونه دهبي كده هبدأ ان انا ازينها علشان تكون علبة شكلها شيك معي ما يبانش خالص ان اديها البتعصير زي ما انتم شايفين شكلها بعد الرش اختلف تماما خالص ما بقاش باين خالص ان اديها البتعصير وكمان التزيين بتاع الاسترس بتاعي هيخلي الشكل العام بتاعها مختلف تماما يعني ما حدش هيتوقع ابدا ان ده كانت تعالبة عصير في يوم من الايال ونفس الكلام برضو انها قوي جدا يعني مجرد ما بتحطوا فيها الباكت بتاعة المناديل من جوه زي ما انتم شايفين كده هتبقى معاكم عملية جدا بصو شكلها حلو جدا ورائية اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش فعل ايا باللايك والشير والسبسكرايب لو لسه اول مرة بالتابعوني ينزلوا عمليو اشتراك حيلا عشان يوصلكم الجديد شاكر جدا لكم من المطابعة للنهاية ومع السلامة